أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الساحل الشمالي يمثل إحدى الأيقونات الكبرى للدولة على صعيد جذب الاستثمارات المباشرة خلال مؤتمر صحفيين أشار مدبولي إلى سعي الدولة لاستغلال الساحل الشمالي كوجهة هامة لتعزيز القطاع السياحي في مصر النهاردة الحقيقة يوم جميل جدا أن نعلن عن مشروع آخر على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية اللي احنا بنعتبره الحقيقة بمنتهى الأمانة واحد من الأيقونات الكبيرة إن شاء الله اللي من شأنها أن تكون نقاط جذب الاستثمار الخارجي المباشر والأهم أنها تكون مقصد سياحي عالمي على مستوى العالم وعلى مدار السنة ودائما كان يقال من عدد كبير من الخبراء إحنا ليه ما بنستغلش الساحل الشمالي بالصورة المناسبة وإن اللي حصل قبل كده إنها تحولت إلى بيوت بتبقى بتشغل فقط في شهرين ثلاثة في السنة بالكتير وبعد كده الأماكن غير مستغلة وعشان كده كانت الدولة حريصة جدا ويمكن أعلننا هذا الكلام في إطار رؤيتنا لمصر عشرين ثلاثين وفي إطار المخطط للسراتيجي القومي لمصر إن إحنا بنقول إن الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة اللي حتكون الدولة تركز عليها أولا لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير جدا من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة لمن شأنها إنها تضاعف عدد السياح اللي بيجونا في مصر والأهم إن هذه المنطقة بظروفها المناخية وبطبيعة أرضها هتكون واحدة من أهم النقاط اللي ممكن إن إحنا نوطن فيها زيادة السكانية المستقبلية لمصر في خلال الفترة الجاية موسيقى